تعالوا مبدئيا كده نفتح الكلام في حلقة النهاردة بالنادي الاهلي وقد يكون النادي الاهلي هو الحاجة الوحيدة اللي فعلا بالمعنى الحرفي للكلمة مشرفة كرة القدم المصرية افريقيا وكمان عالميا النادي الاهلي بيستعد حاليا طبعا لترتيب اموره بالنسبة لمباراته امام شباب بلوزداد ان شاء الله في الجزائر المقرر لها يوم 16 او يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطول الدولي ابطال افريقيا طبعا الاهلي بيتصدر ترتيب هذه المجموعة اللي هي المجموعة الرابعة بالرصيد اربع نقاط حصدها بعد ما فاز على ميدياما بنتيجة 3 صفر وبعدها تعادل مع يانج افريكنز وشباب بلوزداد بالمناسبة ميدياما حاليا ميدياما الغاني هو وصيف هذه المجموعة بالرصيد اربع نقاط اما فريق شباب بلوزداد فهو في المركز التالت بنفس عدد النقاط واخيرا يانج افريكنز التنزاني بالرصيد نقطتين وطبعا هيكون لنا كلام كتير عن النادي الاهلي في فقرة الكورة الفقرة التانية في حلقتنا النهار وسحنا هنتكلم طبعا بالتفصيل عن النادي الاهلي انك زي ما قلت النادي الاهلي هو اللي بيفرحك هو اللي عنده اخبار هو اللي عنده انتصارات هو اللي عنده امل في مستقبل يعني كان قوله بذا شكلت